في تحدي روسي جديد لترسانة حلف شمال الأطلسي وردا على تحركات الناتو العسكرية سواء تحت مياه الأطلسي أو في مناطق الصراعات تسعى روسيا لتطوير ترسانتها النووية وأسطولها البحري لتثبيت وجودها العسكري عالميا سفينتها الحربية المنتظرة فلاديمير بوتين ستتفوق بحسب خبراء عسكريين على جميع سفن الناتو فهذه المدمرة قادرة على التخفي وهي من فئة ليدر للسفن الحربية حيث سيتم تزويدها بأسلحة ومنظومات قتالية متطورة بالإضافة إلى أنها ستحمل بعدد كبير من الصواريخ والأسلحة الموجهة بالليزر وتزن المدمرة 17 ألف طنا ونصف الطن وسيتم تزويدها بمفاعل نووي يولد لها ولمحركاتها الطاقة اللازمة للحركة وتأدية مهامها ويتوقع أن تدخل الغواصة النووية الروسية بيلغورود في الخدمة هذا العام والتي يعدها الروس من الأكثر تطورا في العالم هذه الغواصة هي نسخة متطورة من غواصة أوسكار 2 ومزودة بغواصة صغيرة بطول 50 مترا ويمكن تحملها بصواريخ نووية من طراز بلاتوس ويتوقع الروس أن تشغل الغواصة الأم بيلغورود غواصات أخرى صغيرة الحجم مسيرة عن بعد تحمل طربيدات نووية تكتيكية ذاتية الدفع هذه الغواصات الصغيرة قادرة على الغواص إلى عمق أكثر من ألف متر ونشر محطات تنصت وأجهزة الاستشعار عن بعد قيادة الأسطور البحري الروسي لشؤون التسلح كشفت أن اهتمامها يتركز حاليا على تصنيع مدمرة من فئة ليدر وحاملة الطائرات ستورم وحملات مروحيات للإنزال الساحلي من طراز لاذنا كفاح زين العربية ترجمة نانسي قنقر